في الأزمات في الفتن في الأوبئة سبحان الله العظيم مناخ لاستنبات الشائعات لاستنبات الإرجاف لاستنبات الفتاوى بغير علم الأحلام والرؤى كل يوم طال علنا واحد والله رأيت رؤية بعضهم يكذبوا العياذ بالله على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضهم حديث نفسه يروجه وسجله ويوزعه على الناس وبعضهم العياذ بالله يعني يريد ترويج بدع ومخالفات أو باطل فيبثون في الناس بمثل هذه الطريقة ومن جملة ذلك هذا الامتهان لكتاب الله عز وجل وتطويع هذه النصوص الشرعية التي جاءت بذكر الآخرة إلى أوبئة موجودة في الدنيا وهذا ليس جديد هذا فعله كثير من المبطلين ولذلك هذه الرسالة باطلة والتي مروجها سينال الجزاء من الله عز وجل لكذبه على الله وافترائه على الله والله جل وعلا يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون